اشتركوا في القناة وهو ينشر احصائيات في شتى الاختصاصات وشتى النواحي عن الدول يعني بدءا من اعداد الدول الفقر الامراض كل شيء المهم اخر احصائية نشرها هذا الموقع قبل يومين هي نسبة المئوية لثقة الشعوب بحكوماتها يعني مصنف كل دول العالم كلها خال دول العالم واضع نسبة طبعا هذه لم تأتي اعتباطا وفق دراسات وفق استفتاءات واستبيانات معينة ويصلوني لهذه النتيجة ويحسبون هناك معايير معينة ويحسبون بالتالي ثقة الشعب بهذه الحكومات وجدت انه مثلا الحكومة السويسرية هي رقم واحد الشعب السويسري 83 فارزة 78% يثقون بحكومتهم وجدت انه بعدهم تجي لوكسنبورغ دولة لوكسنبورغ 78 فارزة 0.2% من الشعب يثقون بالحكومة بعدهم تجي فنلندا المرتبة الثالثة 77 و 54 يعني 77 فارزة 54% من الشعب يثقون بالحكومة بعدهم تجي السويد هكذا أنا أخذتها السويد 68% فارزة 79 فارزة 79% ثمانية وستين فارزة 79% وراهم تجي النرويج 63 فارزة 61% بعدهم الدنمارك 63 فارزة 54% وإيرلندا 62 فارزة 34% و النمسا تأتي بعدهم 61 فارزة 0.5% بالعشرة بالمية يعني وهكذا الدول وكنت أبحث عن العراق يعني كم واضعين للعراق نسبة مياوية وإذا بي أجد العراق في آخر خانة 0% ثقة الشعب بالحكومة 0% وقبل أن أقول لكم كيف هذه الصفر بالمية أقول أنه أنا بحثت يعني كنت يعني أريد أن أعرف لماذا مثلا الحكومة الشعب السويسري يثق بحكومة 83 فارزة 78% يعني هذه نسبة عالية جدا لماذا يثق بهذه الحكومة فوجدت أنه من المعايير اللي واضحها الشعب أنه هناك دولة مستقرة عملة قوية عملة نقدية قوية مشروعات مشروعات حكومية قابلة للتحقيق في الحاضر والمستقبل هكذا يرون يرون الصدق في التعامل بين الحكومة والشعب يعني لا يعدون لا يعطونه وعدا ولا ينفذونه فصدق هناك صدق نسبة عالية جدا من الصدق هناك تواضع وزراءهم دائما ما يركبون المترو وبدون حمايات مع الشعب وتسوقون بالأسواق بدون حماية ولا مساعد ولا أبدا أي واحد تقديم الخدمات هم عندهم نسبة عالية جدا جدا الحكومة تقدم خدماتها الخدمات هذه هي تربوية تعليم صحة خدمات خدمات بلدية كل هذه الخدمات جواز محترم جواز محترم فالدولة الشعب يثق بهذه الحكومة بهذه النسبة 3凄 78% بسويسراليا أنه هذه صفات الحكومة التي يريدها مع ذلك 83% 78% 83% فارزة 78% هي نسبة عالية جدا فهو السؤال هذا اللي يطرح نفسه ما الذي يجعل الشعب يثق بالحكومة لذلك عندما عدت وبحثت عن العراق وجدت 0% لا ثقة للشعب بهذه الحكومات أو بالحكومة العالية وجدت من الطبيعي جدا 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 أزمة الثقة مستمرة منذ 20 سنة لحد الآن لا دولة مستقرة على كل المستويات السياسية اقتصاديا اجتماعيا امنيا في كل المستويات غير مستقرة هناك فوضى عارمة عملة غير قوية متذبذبة غير قادرين يتحكمون بيها مشروعات يتكلمون عنها غير قابلة للتحقق لا بالحضر ولا بالمستقبل كذبة كبيرة صدق مفقود جدا يكذبون على الشعب بشكل دائم يكذبون بكل شيء تواضع ما ما عندهم تواضع أصغر موظف الآن يعني ما درج قد رتبته يعني في هذه الحكومات والعملية السياسية حمايات قدامه خمس سيارات وست سيارات وراه ومسلحين ورقضون أما عضو مجلس النواب هذه كارثة وزير كارثة رئيس الزراء فرق كاملة تحفي ولا أحد يراهم يخافون أساسا يمشون على الأرض في الشوارع بين الناس هذه الثقة مفقودة بهذه الحكومة بين الشعب والحكومة ما يحترموا حقوق الناس وهذه جزء من اللي تجعل ثقة الشعب بالحكومة عالية لأنه تحترم حقوق المواطن تحترم الوطن تحترم المواطن هؤلاء لا يحترموا للمواطن ولا الوطن ولا المواطنة هناك مقولة قرأتها تقول ثقة الشعب تجعل من ضعف الحكومة قوة يعني حتى لو حكومة ضعيفة بسبب قدراتها المادية بسبب ضغوطات خارجية بسبب أي شيء بسبب وباء بسبب أي كارثة إمكانيات ما بديها يعني حصار أي شيء ممكن لكن ثقة الشعب تجعل من هذه الحكومة قوية تجعل من الحكومة الضعيفة قوية هذا واقع الحال لكن عندما تنفقد الثقة ثقة الشعب بالحكومة مهما كانت مهما كان السلاح اللي يحميها مهما كانت المجيشيات اللي تحميها مهما كانت تحصينها هي ضعيفة جدا جدا هذا واقع الحال فبالتالي وجدت أن العراق صفر لا عدالة لا دولة مستقرة لا عملة قوية مشروعات كذب وهمية الصدق بالتعامل غير موجود تواضع غير موجود خدمات غير موجودة لا تعليمية لا صحية لا أقود شيء لا خدمات بلدية كل هذا مفقود عشوائيات فقر بطالة عدم اهتمام بالمواطن هذا كل جعل من الشعب العراقي يفقد الثقة بهذه الحكومة أما الحديث عن مشروعات وهمية واستعراضات وكذب ومشاريع معرف شنو واتفاقات وقعنا وجبنا كلها لا تنفع ولا تسوي شيئا بالتالي الشعب فاقت ثقته بالحكومة فاقت ثقته بهذه العملية السياسية وبهذه كل اللي يحكمون بالسلطة ولذلك دائما ما نقول أن الشعب من يفقد ثقته بالحكومة تتطور الأمور إلى ثورة شعبية تزيح كل هؤلاء الشعب لن يقبل يعني لا يمكن أن يبقى ساكتا وثقة معدومة بهذه الحكومة وكل الأحداث التي مرت كل التظاهرات وآخرها ثورة كشترين تدلل على أن الشعب ليس له ثقة لا بالعملية السياسية ولا بالحكومة وقد هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة